الثاني عطونا الوقت سؤالنا عن فارس من فرسان الإسلام جزاه الله عنا وعن الأمة كل خير له مواقف بطولية رائعة وبارزة وهو أول من ناصر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشب فضل بايز عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب إجابة خاطر عبد الله أكمل أم لا من مواقفه البارزة منازلته لعمر بن ود في غزوة الخندق غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم كل غزواته مع عدات أبوك تفضل أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق إجابة خاطئة يرجع عندك السؤال عندك إجابة أم لا عندك فضل علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إجابة صحيحة 32 نقطة لك يا فائز لكن ما زال هناك متسع من الوقت والأسئلة بسم الله أعظونا الوقت للسؤال ثالث سؤالنا عن أمر هو صندوق في طياته عجائب مختلفة كل منها متفرد عن الآخر كان ظهوره الأول ساحراً مدهشاً ارتبك أمامه الناس وآخرون تسمروا من السعادة وجوده اليوم عادي ليس براقاً مثل أيامه الأولى أصدقكم القول لم يعد صندوقاً لكي يفتح آفاقه لك تحتاج إلى شيء يصله بالقمر وليس أي قمر بل قمر صناعي تلتقط الإشارة ومن خلاله تظهر البرامج المختلفة وتكفيك أيضاً شبكة الانترنت تحتاج أيضاً إلى جهاز تحتكم فائز الأقمار الصناعية الأقمار الصناعية خطأ عندك ستة دوان أسدلايت أسدلايت ارجع لك عندك إجابة صندوق الأسود أسد يا ساتر أضغط صندوق الأسود صندوق الأسود لماذا؟ عندك إجابة أو كم كم حتى رأس الدواني تحتاج إلى جهاز تحكم حكي تتمكن من الانتقال بين القنوات تلفزيون تلفزيون يا صديقي أنا قلت ستلايت تلفزيون ثلاث إجابات ثلاث إجابات ثلاث دواني